اشتركوا في القناة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيها المشاهدون الأكارم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في الدرس الماضي كنا قد تحدثنا عن البرهان الأول على وجود المولى تبارك وتعالى وقلنا بأن هذا البرهان كما قال عنه الإمام بن عاشر هو برهان قاطع وهي القاعدة من القواعد العقلية المسلم بها وهي لكل محدث محدث لا بد لكل محدث من محدث لكل مخلوق من خالق لا يمكن للمخلوقات أن توجد من نفسها بنفسها لأنه لو حدثت بنفسها الأكوان كما قال الإمام بن عاشر لاجتمع التساوي والرشحان لاجتمع النقيدان وهذا محال والنقيدان هما التساوي والرشحان وهذا شرحناه في الدرس الماضي هذا الدليل الأول على وجود على صفة الوجود للحق سبحانه عز وجل أو على وجود مولانا تبارك وتعالى وهو دليل مباشر ثم ذكر دليلا آخر وهذا الدليل هو البرهان على حدوث العالم أو على وجود الحق سبحانه عز وجل من خلال حدوث العالم هذا العالم جميعه الذي نعيش فيه هو مخلوق هو محدث ما الدليل على حدوثه الدليل على حدوثه كما قال الإمام في النظم هو ملازمة الأعراض للأجرام وقلنا فيما سبق بأن العرض هو القائم بغيره والجرم هو القائم بنفسه كل شيء في الوجود يأخذ شكلا ما فهو جرم جرم قائم بنفسه كالإنسان كالحيوان كالحيطان كالأشجار وقس على ذلك أما الأعراض فهي الأشياء التي تلازم هذه الأجرة لا يمكن أن تستقل في وجودها بنفسها لا يمكن أن توجد بنفسها لا بد أن تتجسد في شيء آخر لكي ندرك وجودها لا بد أن تكون موجودة في محل آخر لكي ندرك بأنها موجودة كالحركة والسكون لا يمكن أن تفهم معنى الحركة ولا معنى السكون إلا إذا تحرك الجرم أو سكن الجرم مثلا إلا إذا تحرك الإنسان أو سكن الإنسان إلا إذا تحرك شيء أو سكن إذا تحرك تفهم معنى الحركة إذا سكن تفهم معنى السكون وكذلك كالألوان لا يمكن أن تفهم البيض إلا إذا كان موجودا فيه الجرم متعلق بغيره وكذلك السواد وما إلى ذلك فهذه الأعراض الملازمة للأجرام دليل حدوثها هو تغيرها هو تغيرها الأعراض متغيرة غير قارة فالشيء مثلا يتحرك حركات فإذا تحرك الحركة الأولى فقد أخرج تلك الحركة من العدم إلى الوجود إذا تحرك الحركة الثانية فقد أمات الحركة الأولى وأحيى حركة ثانية أخرجها كذلك من العدم إلى الوجود وما إلى ذلك مدام الأعراض هذه جميع الأعراض الأعراض كاللون كذلك اللون بياض قد تعدم ذلك البياض بلون بلون آخر وما إلى ذلك هذه التغيرات هذه التغيرات للأعراض تدل على حدوثها تدل على حدوثها لأنها تخرج من العدم إلى الوجود لم تكن موجودة ثم بعد ذلك توجد وهذه صفة الشيء الحادث صفة الشيء الحادث لأنها إذا لم تكن حادثة فهي قديمة والقديم لا يتغير ولا يتبدل أبدا يبقى ثابتا والحادث من صفته التغير والتبدل الامتقال بين العدم والوجود الوجود والعدم وما إلى ذلك فإذا كانت هذه الأعراض حادثة بسبب تغيرها سبب الحدوث هو التغير دورانها بين العدم والوجود فكذلك الأجرام فكذلك الأجرام فهي حادثة لأن الأعراض ملازمة للأجرام كما قلنا لا يمكن أن تنفصم الأعراض عن الأجرام لا يمكن أن نتصور وجود عرض بدون جرم هذه ملازمة لا يمكن أن تنفصم ولا أن تنفصل ملازمة ملازمة تامة كاملة شاملة تكون النتيجة ما يوصف به العرض لا بد أن يوصف به الجرم فإذا كان العرض حادثا فكذلك الجرم حادثا فثبت بذلك أن حدوث أحد المتلازمين يستلزم حدوث الآخر ضرورة يستلزم حدوث الآخر ضرورة فإذا كانت هذه الأجرام هذه الأجرام بأعراضها بأعراضها حادثة فلا بد لها من محدث نرجع إلى القاعدة الأولى فلا بد لها من محدث وهذا المحدث هو الحق سبحانه عز وجل إذن فهذه الأبيات الثلاث برهنت على صفة الوجود للحق سبحانه عز وجل الأولى هي حاجة كل محدث للصانع حاجة كل مخلوق للخالق هذا أمر يكاد أن يكون ضروريا لشدة ظهوره وبدهته ولكن لا بد من البرهان عليه على هذا الأمر ليتبين صدق القاعدة أو صدق المقولة فهذا برهان مباشر أما البرهان غير المباشر الذي ذكره في هذه الأبيات فهو حدوث هذا العالم قلنا والعالم هو ما سوى المولى تبارك وتعالى الدلالة على أن العالم حادث هو تغير الأعراض الملازمة لهم تغير الأعراض الملازمة لهم تغير الأعراض دليل على حدوث الأعراض ولأن الأعراض ملازمة للأجرام فتأخذ نفس الصفة ضرورة أن كل واحد منهما ملازم للآخر فما أخذه أحد الطرفين لا بد أن يأخذه الطرف الآخر فالنتيجة أن الأجرام حادثة يعني هذه العوالم كلها أو بالتعبير الجنس العالم حادث وإذا كان العالم حادثا فلا بد له من محدث نرجع إلى القاعدة الأولى وهذا المحدث هو المولى تبارك وتعالى هذا الدليل العقلي الذي ذكره الإمام ابن عاشر عليه رحمة الله في الدلالة على وجود الصانع على وجود الخالق على وجود المحدث وهو مولانا تبارك وتعالى وما أدراك ما الخالق الله عز وجل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ترجمة نانسي قنقر